ومع سيد القاضي جعفر الربعاوي واللي هو قاضي بالمحكمة بحكمة التعقيب وكالعادة باش نحكيه في موضوع يهمكم يهم يمكن بعض المساكل اللي تتعرضو لها هي العقود وما أدرك ما العقود سيد جعفر مرحبا بيك مرحبا ومرحبا بي سد المشاهدين في الحقيقة موضوع نشكرك على اختيار الموضوع موضوع يطرح كثير من الاشكاليات في القانونية واشكاليات كذلك في التطبيق نقول لها العقود المتعلقة بالعقارات طبعا المقصود بها العقارات فصلنا في العد المناسبات العقارات المساجلة والعقارات الغير مساجلة باش نفرقوا باش السيدة المشاهدين يتابعونا ويفهمونا علش نحكيوا بالغبط بالنسبة للعقارات الغير مساجلة نوضحولهم فقط نقولهم العقارات اللي ما فيهاش تيتر في داب درخانة ما فيهاش رسوم عقارية دونك هذي المشرع أخف من العقارات المساجلة جاء المشرع المبدأ هو الرضائي مبدئيا لكن اشترطت الشكلية في العقارات الشكلية جاء الفصل على خمسمائة واحدة وثمانين من مجل تزمية العقود يقول إذا كان موضوع البيع عقارا أو حقوق عقارية أو غير ما يمكن رهنه يجب أن يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة تاريخ قانونا ولا يجوز الاحتجاج بالعقد المذكور على الغير إلا إذا سجل بالقبض المالي ما معناه؟ معناها المشرع يشترط الكتب سأول حاجة الكتب ضروري وإي عقد نقل ملكية كسوة مقاسمة كسوة معاوذة وصية هيبة رول المشرع يشترط كتب معناها مش شرط معناها الإثبات بل هو شرط صح معناها إذا كان نبيع لك بالكلمة ولا نوهب لك بالكلمة ولا نقسم عقب الكلمة فهو باطل يلزم عقد واضح معناها يكون واضح كلمة واضح يكون ثابت التاريخ ثابت التاريخ ويلزموه ثابت التاريخ معناها يكتبوه عن عدل إشهاد لا مش بالضرورة جاء الخال الفصل لأربعمائة وخمسين مش التزموهات عقود يفسر شبعناها ثابت التاريخ معناها نجيب أنا روب مش كلمة العقارات المسجلة فيها رسوم عقارية جاء المشرع اشترط ناس معينة تنفسروهم بعض أما بالنسبة للعقارات الغير المسجلة نجيب نكتبوه عند أي شخص كما نجيب نكتبوه عند محامي كما نجيب نكتبوه عند وعدل إشهاد كما نجيب نكتبوه عند كاتب عمومي كما نجيب نكتب أنا بحط اليد هذه المشارعة ما اشترطش معناها شخص معين يحرر لك العقد هذا اللي حبيت نفسره ولكن يجب أن يكون ثابت التاريخ الثابت التاريخ ما معناه يجب أن يكون مأموره عمومي صح فيه معناه ما يكفيش أنه مونان كله النهار 2 نوفمبر والنهار 3 نوفمبر أبرمنا العقد هذي لا يجب أن يكون مأمور أمومي وقت اللي يجي البلدية وتقول تعليب الأمضار وجاءت مونان وجاء جعفر وعرفوا بالأمضار لدي فهو يعتبر كذلك حجة رسمية معناه تاريخ وكاتب ثابت تاريخ معناه يزمني نكون كاتب ثابت تاريخ هذا بين الأطراف والمشرع كان واضح في الفصل 85 يقول إذا اتفق الأطراف على الثمن والمثمن وبقية شروط العقد انتقلت ملكية المشترى المشتري إذا كان اتفقت نوعيك ثم إيجاب وثم قابول وعتيتك الفلوس وانتي سعحت لي دونك تنتقل الملكية هذا بين الأطراف فأما توجيهها الغير جاء المشرع اشترت بالإضافة إلى الكاتب اشترت التسجيل بالقباض المالية لذلك التسجيل بالقباض المالية هو معلوم يدفع المواطن التونسي للدولة التونسية يدفع القباضة مقابل لك النقل الملكية فيها 3% و 6% و 9% انتي هو الحالات ما لها جزء بقت لا جزء سي جعفر نستسمحك بش نذكر سادة المشاهدين برقم الهاتف موضوع لذنمتهم 71 143 475 ينجموا يتصلوا بنا بطبيعة كان عندهم أي تساؤل النجم بطبيعة نجاوبهم أنك حاضر معنا اليوم وبطبيعة في مختلف الفقرات في برنامجنا طبعا يخص ما لها كما قلت تجيب الأقباض المالية وجعله المشرع هو صحيح معلوم جيبئي يدفع المواطن للدولة التونسية لكنه أحملها جعل المشرع أثار قانونية خطيرة ما هو أثار قانونية معلها الشخص اللي ما يسجلش ينجم حقوذية هو صحيح معلوم جيبئي معناها مكوتيزة يدفعها يقولنا 6% 5% للأقباض و1% يمشي لدف درقان لكن وقت نجي أنا نسجل قبلك ورغم أنك أنت شارية قبلي أنا جيت سجلت قبلك القانون يحمي يقولك الأولى في التسجيل أولى في الحق اللي يسجل قبل هو هو نحميه ما نحميش الشخص اللي ما حبش يدفع كما نقوله حق الدولة وكان متقاعس بل المشرع كان حاليس أنه يحمي شخص اللي كان منها سباق باش يخلص معناها المعلوم تعتجيل في القباض المالية وإذا كان زوز شريه منها نفس العقار رأوا المشرع ونأكدوا اللي كونه رأوا يحمي للشخص اللي مش يسبق في التسجيل يسجل في القباض القبل هو اللي يحميه القانون هذه بالنسبة للعقارات الغير مساجلة أخي تمنى بنسبة للعقارات المساجلة أنا كما قلت سيادة قبيلة جاء المشرع طبعا هو في نتاق منها التصدي لذا هل ترسمون مجمد وفي نتاق منها الحرص على كونه للعقود الذية ما يتم تحديدها تبقى السياغ القانونية جاءت ثمام تنقيح في 4 عام 1992 الفصل 377 مكرر المشرع كان منها صالح أنه منع أي شخص بشي يكتب منها في العقود الذية إلى 3 من الناس 3 من الناس فقط هما بإمكانهم يحروا العقود المتعلقة بالعقارات المساجلة إشكونا 3 من الناس هما هما عدل إشهاد والمحامي الغير متمرن ومحامي محري العقود بدارة الملكية العقرية في مكور في درب درخانة اسمه محري العقود خلافة 3 من الناس من الناس ذم كان تمشي الوحدة خروا بطل جاء المشرع بالله يزيدون الثبت في النقطة جعفر زيد فسر هنا أكثر 377 مكرر قال لك يختصوا بتحرير السكوك منها الخاض على الترسيم ومتعلقة بالعقارات المساجلة 3 منها هيكل فقط هما محامي غير متمرن ما يكون استجار يعني هيكون محامي مترسيم محامي مترسيم ما لك في الملعامين تجربة فقط واضحوا وعدل إشهاد ومحري العقود بدارة الملكية العقرية محري العقود ده ما يمشي لدف درخانة يكتبونه محرر عقود ثلاثة من الناس جاء المشرع 377 مكرر يقول لك وتحرير السكوك المذكورة بخلاف ما ذكر بطل بطل المطلق يعني إذا كان تمشي الوحد داخل خلاف الناس ذمه عقدك باطل عقدك ما عنده حتى قيمة قانونية ومش ممكن يترسم في السجل العقاري ما يدخلش أسلال النخ باعتباره باطل وما بني على باطل فهو باطل معناها نأكده ونعوده إذا كان عقارك مسجل وفيها رسم عقاري نعوده وأكده للعقار المسجل اللي فيها رسم عقاري بدارة الملكية العقارية معناها هذه تأجيل مشهرة اشترت معناها الشكلية هذه في خصوص تحرير العقد بالإضافة إلى الشكلية هذه لازم كذلك يسجل في العقارات المالية كما العقارات الغيب كيف يزمي يشي للعقارات المالية من بعد ما يمشي للعقارات المالية خفظاً لأول حاجة لحقوق وتنجم حتى شفنا في برشة في بعض الحالات قضايا تحيير يتباع مرتين وثلاثة واربع مرات العقار المشرع ما خليش كيف يختمونها مسيبة مش منظمة نجم شخصي بيع مرتين ثلاثة أربع مرات عشر مرات المشرع جاء قال لك ما قال لك شكو نشري قبل في العقارات المسجلة ما عطاش قال لك شكو نشري قبل نحميه ولا قال لك شكو نسجل قبل في القباضة المالية نحميه لا في العقارات المسجلة جاء قال اللي يرسم قبل نحميه اللي يرسم قبل تبقى حكيم الفصل 305 المجد الحقوق عنها يقول كل حق اللي يعارض به الغير اللي بيترسيمه بدارة ملكية العقرية أترموندي الأسبق في الترسيم هو أسبق في الحق النجم يكون أنا شريط قبلك وسجلت في القبضة المالية قبلك لكن لسبب أو لآخر تم رفض العملية متاعي لدى إدارة ملكية العقرية لسبب أو لآخر نجم يكون محسنت شك التحليل السكر العقد المقدم للترسيم فيه خطأ يتعلق بخطأ مادئ غلطوا لي في الدارد يونيسونس غلطوا لي في اللسم متاعي غلطوا لي في السلسل النسابية ما حاولوش المبيئ إلى إزاي أنا شريط أربعمائة جزء المحرر العقد كتب أربعمائة متر وطار في دارة ملكية العقرية ما تعملش بالأمطار تعمل بأجاب مشتركة وإذا نذكر ترسل العامة وإذا نذكر معرفة رسم العقرية السيغة دي كل اشترتها المشرفة 377 مكرر مهم واحد ينتبه له معناتها وقت لتحرير العقد دي يمشي كما قلنا لثلاثة من الناس عادل الشهاد ومحامي غير متمر للمحرير العقود دارة ملكية العقرية وجاء المشارع مدمية معد أعطاك مونوبول وقال لك ما تبشي شلوح داخل أروا حملهم المشارع مسؤولية المحامي ولا عدل الشهاد حملهم قلهم يزوك ما تكتب إلا ما تطلعها رسم العقاري المتأكد ما تهميش موارع قانونية للترسيم موارع قانونية يخصد بها موارع شكلية ولا موارع أصلية قد تكون موجود عطيالة تحفظي قد يكون موجود إنذار مقام عقل العقارية قد يكون موجود قيد احتياتي أنا موقت ما نعرفش القانون يجب الشخص اللي بيش يحرر للعقد هو المطالب يش يثبت في الموارع هذه سي جعفر عن ناسي حمودة من زغوان اللي عنده تساؤل صباح النور أهلا بيك مرحبا مرحبا بيك سيدي تفضل شنو التساؤل متاعك مرحبا اللي للشارة قانونية لعندي عقار اللي يتمثل في منزل أهلا عملت هيبة البنتي ماضية باي فقط اللي عملت هيبة وقدمت ما أنا أوراقي اللي ذارة العقارية ورسمت هاي قلوا من بعد قالوا لي عندك اشتراك في الملكية عندي المعداء مشتش كاتبية قلت لي أنت عندك اشتراك في الملكية ومشت ما أنا عملت هيبة البنتك وسجلولت في اللي دارة العقارية هاي عملي وما أنا نعملت بي قضية ونهي اللي وراق دفاعتي من اللي دارة العقارية وتسجلت ما أنا عرشي الاشكالية شلية لهو اشكالية مثل ما اشكالية خاطرة طوى يبدو أنك أنت متزوج تبقى نظام ليشتراك في الملكية هكا ولا يا نعم أنت النظام ليشتراك في الملكية معناها أنت وزوجتك ومتعمل حتى عقد مفروض إلا بلظام معناها زوجتك بيشكونوا مواضحين هيا زوجتك الأم ولا يمكن لا مش شمها كان أمها ما تسيرش سؤال بتاء واضح أنا طلب علي مضمون شوف كماش جيبت مضمون جيبت مضمون ما تمشت تنصيس فيها لنظام ليشتراك في الملكية والله أنا ما قريتش الحق مشيت لي عادة عشاد شوف جيبت مضمون عملت هيبة عادية هو عمل هيبة عادية ما كان شي العقار بربي مش نسي لك سي حمودة أنت العقارة العقارة ذي بنيتهم بعد الزواج ولا لا بعد الزواج مش قبل الزواج بنيتهم لا لا بعد الزواج لا خضع لنظام ليشتراك في الملكية ومرتك عندها باية معاك لو عندها تتملك يتملك معاك والمفروض أي عقد اشتبرمه يتم نهى المسادقة عليه من طرف زوجتك هو يبدو أنه تم إشكاليات ما لا بينه وبين زوجت وحبي يتخمك العقارة ذاك ما لا هيكتبوا بسم بنته وذي لعمل لمشاة تصلى بعد الإشياء تبقى حكم الفصل بيتين واربع مجلات الحوالي الشخصية كتب له كتب له منها الكتب متاع الهيبة وأوضعوا بسجل العقاري ورسموا هكا ولا يا سي حمودة رسمتو أنت رسمتو القانون اش يقول هنا عش نفسلك سي حمودة مبدئيا رأي بنتك تملك كامل العقار بموجب الترسيق والقانون ما يقول اش رأي بنته القانون يعتبرها غير في كل الحالات معناه يقول لك ذي غير حسن والنية هي في بلاش بحكية النظام لشراك في الأملك القانون 300.315 مجلات حق عنه يقول له كل حق اللي يعارف به الغير اللي بترسيم هي بداية ميك العقارية مدامي بنتك رسمت مدامي العقارة ذي على ملكها زوجتك شنو تعمل قضية في إبطال الهيبانية باعتبار أنه القانون واضح هنا وختمونا الفصل 562 مجلات حزمة العقود يقول لجوزه لشخص أن يعطي لي غيره أكثر من من نفسي من الحقوق أنا لملك 50% من العقار مش ممكن نعطي 100% معناها هي ناجمة صح الهيبة في حدود ما نباته أما لتصح في حدود ما نبات متع زوجته زوجته ولكن دفدر خانه رسمت تقول هنا الاشكالية دفدر خانه رسمت دفدر خانه ما عاشم يبدأ ما يرسم يسموه مبدأ المفعول لحفظي للترسيم حتى حد ما عاد ينجم نحاها بنته اللهم إلا إذا قامت زوجته بقارية مدنية في إبطال الكاتب أو على الأقل إبطاله في حدود معناها النسب نسب هو كان يمكن أنه معنا كان الأرض هي ملكه وإلا يجيب معناها إثباتات لا لما يجيب إثباتات بالقانون وختمونها يتملك معها ما هو العقار وهو ملك زوجته مدام يخترنا نحن من لول تبقى قانون 98 نحن اخترنا نظام الاشتراك في الملكية مخترناش مخترناش نظام الفصل في الأملاك معناها تعرف النسبة يقول لك لعطاكح بل كتفو بي أنت اخترت النظام هذا مسؤول عليه وسهلت وانا ربما خطر مش بكل شي لو يتقيد بسم النظام الاشتراك في الملكية ينجم يكون مثلا هو وبيدو وارث على بيو ينجم يكون بوه وهبله ينجم يكون هذاك ما يدخلش في النظام الشيخ في الملكية أما أي حاشة يا رسول الله أنت كتبت اصداق ومرتك تخدم وعاونتك زادة وابنت معاك ويعلم بها ربي حق من حقوقها زادة القانون يحمه أنت حبيت معناها سمحني يا حمود يا ربما يتغش مني حبيت التهريب الأمر هو ربما هو يحب يعمل قضية تلاق ويقول لك في الأثناء أنا نصفي المشترك بياش باش نصفي أقرب واحد ليه هو بنتي إنه ينكتبك العقالب بنتي باش مع المراضين خلال جيدة العرز لا لديه شيء لديه ثم قانون بالعكس لو حقم الحقوق كيف قلت لك أنت عندك حق سيجع فرعان مكلمة هاتفية أخرى سيجع فرعان من من نوب صباح النور صباح النور رحتي مرحبا بيك سيدي وبيك عايزك بربي أنا عام دين و 14 شريط الدويرة و بناء الشيعة أي لن درام يعني بتجل عن المحامي وبسجل في القباضة وامورة رسمية أي بالتسجيل ويدا بضرخانة يعني خلالي يتكلف برشا يعني اensen مرسمة في دب درخانة هيا أما مرسم عشيعة أي مرسمة عشيعة أي ما شرρη هيا ما عندكش الشهد تشتراك في الملكية اه لا اشتراك في الملكية خفيتها هذا معناها مسجلة معنى مسجلة عند محامي ما لا شهد تشتراك في الملكية تعطي هي. دب درخانة ياي على طاقة أما انا يعطيك يعطيك شكراك أحمد مش معناها مش مرسمة وفرق بين التسجيل والترسيم التسجيل مقصود به في القبادة المالية لكن الترسيم يزم يترسم مدام انت تحكي على حسب ما يبدو سي محمد علي تحكي لي العقار موسجل ذلك عقاري ما تركه ليه ذا فيه رسم عقاري هو مشي عمل كتب عند محامي يعطيه صحة ونختار كما قلنا قبيلا ما أنا في تحليل العقد يزمو ما لا يحرم محامي غير متمرن أو عدل شهد أو محرر العقود بدات مكال عقارية طبق المبدأ هذيه ثم مشي أسجل في القبادة المالية تبقى حكيم الفصل خمس مية واحد وثمانين يعطيه الصحة زالك هذلك مالك قام بو بوجبو ثم ثم خطوة أخرى إزمو يصب الكاتب هذيه يصبو في ضف درخانة باش يلجم هو صحيح الشيع الشيع رو مش معلها رو حاجة هذا الشيع ذي وضعي قانوني اشتراك شخصي أو أكثر في ملكية تعيم على العقارة الملكة مثلنا ثلاثمائة واحد هو ما زال خطر ما قسموش لكن اخذي اشتراك في ملكية سيمو حمد علي تاوها وختموناه هو مراح حقوقه كل مضمونة روحا ما عنده مفعول حفظي للترسيم وما يخافش ما عنده لشنو يخاف فقط بركة سيمبل لسي حب 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 الكونفور شيوو كونفور قال لك نحب ناخد شهده ملكية مفردة نحب نريت البلوتة ذهب نحب ناخد بالطبع عمتيها نحبها بالطبع نحب عش الذهب فقط نحب نحب نروا بالطبع وبالطبع حق من حقوق القانوني شيقول في الحالة ذي جاء الفصل 71 لمشته حقوة عني يقل لك لا يجبروا أحد على البقاء في حالة شيوع معايا اسم محمد علي مو لا يجبر أحد للبقاء في حالة شيوع على حق من حقوقه بشيخه ملاها رسم عقالية مستقل ويأخوش هادة ملكية مفردة هو تخوف من مصاريف المشكل موجود المشكل موجود المصاريف القانون يقول لك لا يجبر أحد للبقاء في حالة شيوع كيفاش نخش من الشيوع بالقسمة القسمة قد تكون بالطراثي يجمع كافة الملكيين ويعملوا كتب وكتب هذا ملاهي نجمي حر وملاقين مقلنا عدل الشهاد والمحامي والمحرير العقود بلات مكالعقالية مصروف دولة قاسل راضي سيفري موجود لكن هذه أسهل إجراءات أسهل وخير نجم في جمعة يعمل إجراءات هذه لكل متع التقسيم ويخلص بتبيع الأمثلة الهندسية والأمثلة النيائية من تورف دولة قاسل راضي وحمل جميع ريش مثلا يقسموا المصاريف جميع الملكيين بالعقاء يبدو أنه سي محمداني يقول لك يتعذر علي أنا بشلمهم الناس كل والحي كبير أنا كيفاش نعمل الحل هو القسمة القضائية ثلثة جاءت المحكمة ما لها القيام بقضية في القسمة والوقت المصاريف ما تروحها ما تروحها يتقسر يقول لك أنا ماشي المحكمة يا رسول الله بش ندفع حق محامي بيزميني استدعاها من كل عن طريق عاد المنفذ كل واحد خمسة ومعين دينار حط لي في المئة بركة وحط لي ما لها أنا بش نخلص الخبير وبش نخلص بعد ما يتسلع لي حكم بش نخلصه في القباضة المالية القباضة تقت في حكم القسمة تقول ليك واحد فاصل خمسة في المئة قل لي ما لها النجم نصر فينا عشرين مليون وما زلت ما لها واحد وما زلت نصر نقول ما قالش به ربي هذي أكو ولا تقول لي يا سر رسول الله سيح القانون يقول لي عندك حق ترجع على بقية المالكين في المصاريف لكن يخويا كالتسبقة وكل الفلوس المبلول هو عندي حل أخر هو اللي هو سيمو حمد علي نحنا نكبر به مدام يكبر بينا بالتلفزة التونسية نحنا نجاوبوها نحن لا نقول لك يعمل قضية في القسمة مونية قتل كيسر المصاريف يمشي يعمل قضية اسمها مطلب تخصيص في المحكمة العقارية مطلب تخصيص على تبقى حكم الفصل 6 من قانون 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليص هام الجمود جاء المشرع مكن للناس ذوما خاصة أنه قلي دار ما قليش أرض بيذا إذا كان دار ووضع يدو ويتصرف بصفة هادئة دون منازع أو مشاغبة من أحد ويبدو أن حالة الشيوع التي عليها الرسم العقاري هي حالة الشيوع السوري فهو تنتبق عليه شروط التخصيص ينجم يعمل مطلب تخصيص نيابة المحامية وجوبية هنا يتبقى حكم الفصل 4 جديد من قانون 12 أفريل 2009 يكلف محامي يقولوا أعمل لي مطلب تخصيص تقول لي يا أختي مونية شنو المصاريف اللي يدفعها في التخصيص المصاريف اللي يدفعها معناها مش برش يصرف كين على روحه ومش يصرف لكين من درسم العقاري بشي يصرف كين على دارو معناها مبدئيا الخمسين دينار متاع التوجه متاع المحكمة العقارية ثم إذا كان ثم تزأ متاع دينار في دينار قاس لراضي والمسح العقاري دونك يخلص معلي متزأ اللي هي في حدود 670 ألف معناها مبدئيا مصاريف أقل وخير وأسهل إجراءات شكرا لك سي جعفر الحقيقة اليوم وكا زدنا توسعنا أكثر باش فسرنا لسيد المشاهدين وانشاء الله تكون حاضرة معنا بالتبيعة في برنامجنا مرة أخرى من خلال الفقرة هيرغية احنا باش نمشي ولنا غام بصوت صبر باعي وبعدها باش كون حاضرة معنا ايا باكري وباش نحكي لكم على صناعة الشانقوان